جورج يقول تؤمن بأن الله سيسألنا فردا فردا فلو سلمت لرأيك الله يقول إذا كنتم تؤمنون بالكتاب العزيز ولكني أراك كافرا لا تؤمن بالقرآن وكلكم آتيه يوم القيامة فردا فلو سلمت ويقول لرأيك بيننا على شرك هل إن سألني الله نظر إلى ما في قلبي سيحاسبني وادخلني النار وأنا أحبه من ربك يا جورج هل ربك عيسى أم ربك الله هل عيسى هو الله ومن الذي خلق عيسى من الذي خلق مريم هل عيسى خلق مريم هل تتصور يا جورج الملوي أن عيسى صلى الله عليه وسلم النبي الكريم خلق أمه هل هذا وارد هل هذا يقوله عاقل هل تتصور أن عيسى خلق إبراهيم الخليل وإبراهيم مات قبله بألاف سنين هل تتصور يا جورج الملوي أن عيسى عليه السلام خلق السماوات والأرض جورج تب إلى الله والله إني لك ناصح والله إني لك ناصح ولو كنت تحب الله لو كنت تحب الله ما جعلت لله شريكا أما نحن فهذا معتقدنا في عيسى عليه السلام يا جورج نحن نقول أن عيسى عليه الصلاة والسلام رسول كريم من أولي العزم من الرسل أمه صديقة ولكنهما كان يأكلان الطعام ومن توابع أكل الطعام يا جورج أن الذي يأكل الطعام يطهن الحمام وأنه يمرض أحيانا فهل رب العزة يمرض يا جورج وهل إذا كنت تقر أن عيسى هو الله يا جورج هل الله يصلب هل يضرب بالنعال على الصليب يا جورج هل هذا رب العباد ومن الذي كان يحكم السماوات والأرض يا جورج لما صلب المسيح من الذي أمسك السماء أن تقع على الأرض من الذي كان يرزق العباد يا جورج هل تتصور يا جورج أن إلها يحويه بطن امرأة وينزل من فرجها ويبكي كما يبكي سئر الناس ويرضع هل هذا رب العزة يا جورج أنصحك يا جورج ولأخلاقك الحسنة أن توحد الله أنصحك أن توحد الله أنصحك أن توحد الله نحن أمنا بعيسى وأمنا بالطورات وأمنا بالإنجيل وأمنا بموسى وأمنا برسول الله محمد وأمنا بالقرآن أمنا بالكتب كلها التي أنزلها الله ولكن ربنا وربك هو الله يا جورج فما دعوناك أبدا إلى أن تعبدنا ولا نعبدك ولم ندعوك إلى عبادة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام نحن أولى به منك يا جورج لأن عيسى عبد الله ورسوله وقال ما قلت لهم إلا ما مرتني به أن أعبد الله ربي وربكم أشكرك على أخلاقك الحسنة ولكن أدعوك بدعاية الإسلام أسلم يا جورج تسلم أسلم يا جورج يؤتك الله أجرك مرتين تسلم تسلم تسلم